تعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جار السوء فكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيد ومن ولد يكون علي ربا ومن مالي يكون علي عذابا وأعوذ بك من خليل ماكر إن رأى عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة سترها وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة جار السوء من نكد الدنيا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن أربعة من السعادة وهي المرأة الصالحة والجار الصالح والدار الواسعة والمركب الهني وأن أربعة من الشقاء وهي الدار الضيقة والمرأة السوء والجار وجار السوء والدابة الشموس هذا كله من نكد الدنيا وحذرنا عليه الصلاة والسلام من إيثاء الجيران فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقة وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن إكرام الجار والإحسان إليه من علامات الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت